بطورة بداية إن كده مفيش حد ما بيبقاش عالي في الأساسيات خلاص بقى المفروض تتحط في اللانش بوكس لكن برغم من ده برضو كتير من الأمهات ما بتتوفقش في اختيار الأكل اللي بيتحط في اللانش بوكس بحجة إنه الولد ما بيأكلش كذا أو الحاجة بتبوز بسهولة في اللانش بوكس أو فبتحط الحاجات الأسهل أو القابلة إنها تقعد فترة طويلة في اللانش بوكس مغال ما يجرى لحاجة تعالي نقول مع بعض إيه هي اللانش بوكس أخدها بإيه؟ يعني الماتيريا اللي بتعيتها الأول إيه؟ يعني أنا أفضل تكون مادة الاستلس وتدور عليها هتبقى أحسن بكتير قوي والزمزمية كمان تكون مادة استلس أحسن من البلاستيك أو لو البلاستيك اللي هو فري بي بي اللي هو البي فور بين بس في واحدة كابتال شوية والتانية أصغر منها أوكي وبعدين مسلس مكتوب عليه رقم 5 درجة نقاءه قاعدة درجة نقاء دي أحسن حاجة لو كان هتستخدم بلاستيك مش هتستخدم السلس تيل سواء في الزمزمية سواء في اللانش بوكس طبعا اللانش بوكس كل ما كان فيه تفاصيل أكتر كل بابات صعوبة تنظيف بتاعته أكتر فإحنا نحاول على قد ما نقدر إنه هو يبقى حاجة مجرد إنه هو كده وهي تقسمه من جوه بأي بفتش كان كيس كان كيس زمان الدنيا كانت ماشى وكنا لازم نرجع بالكيس عشان ما نتهزقش في البيت كان الدنيا ماشى زي الفور بالزبط بس هي الفكرة في الوقت حتى الوقت الكيس غلط يعني حتى الوقت قال لك عدو البيئة فيه أكياس حبيبة البيئة وفيه أكياس عدو البيئة والورق دلوقتي بدأ الناس تقلل من استخدام الورق على قد ما تقدر إحنا ممكن بقى بنفرش ورقة زبدة في اللانش بوكس بتاعتنا ديات تعمل التقسيمات بتاعتها زي ما تحب على قد ما نقدر نكون حاجة قلت الجبنة أحسن طبعا من منتجات اللحوم منتجات اللحوم وإحنا هندخل على حر إحنا دلوقتي يعني في حر وآخر السنة السنة جاي يعني في نهاية العام الدراسي في حر ما بينهما الجو شوية معتدل بس ما نقدرش نعتمد عليه هو ممكن ياخد الأكل من البيت قبل ما يوصل بيه المدرسة يكون بدأ يبوز لأنه محطوط مش محطوط في التلاج إلا إذا في بعض المدارس بتاخد منهم اللانش بوكس أول ما بيروحوا بتحط في التلاجة بتاعت الفاصلة أو أتبر لو مش متاح لكن الشيء إنه ما فيش تلاجات في الفصول يعني بالظبط لا بيبقى فيه مكان لحفظ الطعام يعني ده في بعض المدارس الخاصة حميكلم بشكل عام بشكل عام يبقى هي ما ياخدش غير الحاجات اللي هي ممكن ما تبوصش يعني ممكن ناخد الزبيب ممكن ناخد اللي هي حاجات بتاعت رمضان بتاعت الخشاف هي البلح الزبيب المشبشية الحاجات دي كلها مدبص وعلى جميع المستويات وإحنا مش بناخد كمية كبيرة بناخد حفنة يعني حبة صغيرين كده قد الإيد ممكن نعمل فشار ده ممكن يفضل قاعد فترة طويلة ممكن نعمل حمص الشام بس مش كباية حمص الشام حمص الشام عليه لمون وكمون كده محتوط ممكن فيه كمان صلاطات الفصولية من الحاجات اللي هي ممكن تقعد فترة طويلة وتتعمل عليها البقدونس والكلام ده أظن ده معقول بالنسبة للناس كلها فيك حاجات كتير قوي ممكن نعملها تبقى كويسة وتقعد فترة طويلة لأولادنا وتبقى في نفس الوقت الصحية